بعد الانتهام من التدريف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لمدة أسبوعين غدر المنتخب الأولمبي الصيني لكرة القدم متوجها إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة أسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبيات ريو دي جانيرو هذا العام في مباراة الأحماء يوم الاثنين الماضي فاز المنتخب الصيني على نظيره الأسبكي بنتيجة اثنين مقابل لاشي معوضا إخفاقاته في المبارتين الماضيتين ومجل تخفيف الضغط على اللاعبين نظم الفريق يوما للسياحة في دبي الفوز في مباراة الإحمااء الأخيرة السأدنى في كسب بعض الشؤور الهجومي نأمر مواصلة هذا الشؤور في مستبقات البطولة لكن الفوز تحقق مع إصابة تشانج يوينينغ الذي يلعب في مركز قلب الهجوم بالفريق بكسر في الأنف مع شعر المدرب فوبو بالقلق أصيب بكسر في الأنف وليس من المؤكد الآن ما إذا كان سيشارك في المسابقة الأولى من البطولة أم لا نعرف أن مثل هذه الإصابات لا يمكن تجنبها وخاصة قبل انطلاق البطولة لذا سنحاول تقديل الأثر إلى الأدنى إنه يتلقى العلاج أيضا وعلى الرغم من وقوع العصابة شعر مدرب الرضا من استعدادات الفريق خلال نصف الشهر الماضي معربا عن أمله أن يبقى الفريق بموقف متأهب سعين الفوز كان لاعب فريقنا في فترة تعب عند بداية التدريب في أبوظبي لكن بعد مرور مراحل التعديل وأيضا ثلاث مباريات مع الخصوم استعادوا بعض الشعور بالمنافسة الآن نطالبهم بأخذ الموقف المتأهب لمواجهة كل خصم في مباريات البطولة ويستريح المنتخب الأممبي الصيني لثلاثة أيام بعد الوصول إلى قطر ثم سيواجه قطر المضيفة في المباراة الافتتاحية وعارب اللعبون الصينيون أنهم سيبدلون كل ما بوصعهم لإحراز نتيجة جيدة لدي ثقة بالمباراة وأمر في أن نحقق نتيجة جيدة شكرا للمشاهدة